بسم الله ورحمد الله والصلاة والسلام على حضر السيدنا على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعي شباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربي بخير جميع اليوم ان شاء الله بزن الله هيكون الكلام عن اتنين من ضمن الميثود اللي متجربهين جدا في طريقة عملهم الميثود الأولين اسمها value of والميثود التاني اسمها to string والاثنين بيرجاوا لي القيم بتاعة string سواء كان object او string عادي يعني ايه ماشي خلينا نصح السطر النائم ده بنقول انا معرف string وحطط في قيمة ده كobject يعني اللي هو str وبقول له انا عايز value بتاعة str فراح طلع عليه القيمة تمام عادي جدا يعني طيب لو انا استخدمت جملة تعريف تاني كأنه new object لكن برضه النوع string انت عارف من الاثنين تقريبا متقاربين في بعض اللي اندهت object طب عارف ان فين نوع string عشان double quotes اتاكيد تب هتجري حتى لو حطة double quotes بقيمة تبتجري string مش عايز تعمل عمليات حسابية مثلا عليها ومش عايز بتعمله شغل تاني سواء كان مسؤور ايان يقوم ده بالنسبة للمسالين الجانب التاني لو انا نومت السطر بتاع فالي قفو صحيت يا شب هتديني نفس الناتش ادي طلع لي الناتش بتاع بتاع سواء كان object لو انا نومت وصحيت وكان نص عادي هي طلع لي برضو نفس الناتش لو انا نومت السطر ده وخليت اساسا عبارة عن قيمة بوليان هي طلع لي ترو ده بالنسبة ليه لتو نوم بتاعه صحيت فالي اوف هتطلع لي برضو القيمة ترو يعني المسألة برضو مش ماشي مع the strings بس يعني انا بصراحة مش صدقا مش عارف الفرق ما بين الاثنين ايه بالزبط رغمنا اما في مكتبات mdn بيقولوا اني اني بتطلع التعريف بس يعني الاثنين تقريبا زي بعض بس هما في تعريفهم يا جماعة بيقولوا اني بتطلع محدد ليش نوع ده اين لكن في قال لك لكن احنا ما يجينا طبقناها على قيمة بوليان تضح ان اللي تنبيه تطلع لي نفس القيمة ربما بجا واحدة بتطلع لي القيمة او قيمة دي على انها نص وده اللي انا حاسس لان اشاكك في يعني اللي هي بتطلع لي القيمة على انها نص وواحدة بتطلع لي القيمة على انها قيمة فممكن انا استخدمها لو انا استخدمتها مثلا اخدها وحطها في جملة شرط تاني فياخدها مش على اسس انها كلمة ياخدها على اسس انها ايه على اسس انها قيمة فحطها في جملة شرط وعمل عليها عمليات او عمل عليها شغلة تاني ده بالنسبة ليه ان انا فهمه في الفرق ما بينه ده تصور شخصي. لكن من باب الامان العلمي. انا ما عرفش الفرج ما بين الانين ايه? غير ان هما كابلين في مكتبات ام دي ام اشان. سبحانك اللهم ربنا بحمدك. لا اله الا انت ما استغفرك. انا اطول وراتك. السلام عليكم وبركاته. الله تعالى.